موسيقى دلوقتي هندخل في مرحلة الفينيشنج بتاعت الديلايت مود في الفيجوليزيزيشن هنعمل ليه بيه ده نسميها باست باستورك باستورك دي هنسايف فيها الامج ابلاي امج هنروح لامج باكا ابلاي امج بعدها هنخفي الجروب اللي احنا عملناها جمعنا كل ارس جروب واحد سمينا دي لايت هنعمل له هايد بعد ما عملنا البوست وورك هنزبط دلوقتي البرائتنس والليفلز والكرز ممكن نروح للليفلز دلوقتي البرائتنس والليفلز ممكن يتحكم في المود بتاع الشادو والهايلايتس والميد تونز وازاي ممكن ده يفيدني في ان انا اعمل مثلا جو مود ربيعي مود خريفي مود الصيف مثلا الجو مشمس مثلا ازود الريد والزود اليالو شوية ممكن بعد كده اعمل لير جديدة واللير جديدة دي هي اعمل لها بلاي امج الممزن البتو بلغين وحاسميها دلوقتي بقى اااا فاينل هو ممكن اسميها الاسبوت لايتس والدلوقتي حامل الانعكاس الشمس جوة على المعدن على المادر المعدن فاسميها فاسميها امج فاكتوري هنستخدم نسخة قديمة لكنولايت فاكتوري بيديني امكاني ان انا اعمل لينس فلير باكتر من شكل و اكتر من ستايل و اكتر من مود حسب اللي همحتاجوا في حاجات كويسة جدا بتزود الرياليتي او في حاجات ممكن تبقى اوفر او مش محتاجينها في الاسكتش هنستخدم دانسنج كوين دانسنج كوين اخترت عشان فيه كاز سبوت و كاز سبوت ممكن يفيدوني في ان انا اظهر المتل بشكل كويس عندي هنا زيادة انا على الاسف اتحكم قليل شوية في الكنول اللايت فاكتور بس احسن اكيد من الانس فلير اللي بيجي مع الفوتشوب في البلانجنس ده في امكانيات اكتر في اختار الالوان اندلوقتي ممكن نختار اللون جاء على ازلق شوية اوكي وبعاكة ممكن اقل الاسكيل و ازود الاسكيل واحدة حاجة في ان انت تبقى شايف مكانه و محدد شكله عامل ازاي والبرايتنس بتاعه زيادة ولا قليل انا اخلي كده ولا اخلي سبعة و سبعين في البرايتنس وهو احامل اوكي عندي دلوقتي هنا انا عملت اللاير دي فيه هنا حاجات انا مش محتاجها زي ده ده مش محتاجه فحاجيب الجومة و حامسح لو خلص اختار size وير صح دي بقى اكبر لsize واحدة واحدة و انا مقلل الهاردنس تمام كده دلوقتي انا خليت المتال ينور او يبان فيه ان هو ده متال و اعمل انعكاس و كده ممكن اعمل نيو لير دلوقتي و اعمل apply image صنناه final هنا بقى هعمل final بالبلاجن بتاع ال next software هفتح البلاجن بتاع ال next software و اعمل color effects فيه كذا افكت بحتاجهم و فيه كذا افكت بيزودولي مثلا darkness او shadows ممكن استخدام bleach ps و اقلل ال controls بتاعه و ازوده ممكن استخدام brilliance worms ده بيزود الدفء مثلا لو انا عايز لو ده جاو مرشمس ممكن ازوده المرشمس شوية اقول له اوكي ممكن بعد كده اروح تاني الفلتر و عدل فيه افكتات مش محتاجه هنا فيه مثلا soft focus اللي هو يعمل لي glow و ينور لي شوية الموضوع ممكن استخدامه كما استخدامه انا مش باستخدامه اما تم ممكن انا احد تاني استخدامه الكوبس بالانس بيزود بطل برضو day light حيفيدني لما انا مختار day light جاو موشمس و يزودني هيفيدني ازاي برضو في الميدنايت هنشوف لما نعمل night shot التصير اللي الجاي ممكن اختار دلاتي day light 1 و نقل بس شوية نخليها 45% او 33% اروح تاني الفلتر و اجيب نيك software في cross processing دي يديني كذا افكت للسكيتش انا بفضل دايما اختار الافكت ده لكن في المرة دي هاختار الافكت يبين لي الارضية بحيث ان انا ما تبقاش سايدة كده قوي و ليه كونه اختار ده و قال strength سيخليه عشرين في المهي مصلا اقول له اوكي احلى حاجة ان انا عندي دلوقتي كذا لير كل لير لالحاجة بتاعطف ممكن ازاود الاوباستي لكل افكت واعدل عليه بعد كده نروح على طول بعد دلوقتي في الهي كي والانديين سام انا ما عايز جوحر انديين سامر شغال معك و سوى و فيه الانك بقى الانك يح كويس جدا لسكتشات ممكن تختار style يساعدك في ان انت تخلي السكتش بتاعك لطابع كده قديم شوي ممكن تخضر الاول واحد و بتقلي السنس بتاعو تخليه مسلا 20% اوكي فلتر انك سوفتوير انا الوقتي حقل الباستي بتاعط الانك شوية خلي 20% و روح كروس بروسسنج اروح فلتر دائما لما اجا عدل عدل على حاجة وباستي بتاعها 100% كرر افكس اوكي لو اعيز الدنيا تبقى على الغروب مثلا ممكن يفيدني الموضوع ده كل دي حاجات ممكن الواحد يستفيد بنا بقى اي شكل من الاشكال ده بقى الجوحر بقى الجوحر مثلا في الساعة شوية نغير بقى الاسطايل بتاع الاسطايل كنا من الاول نعمى نشيل منه اللي ازرق لو اعيز ينضبب وهكذا ممكن الواحد يلاقي اسطايل اللي يستخدمه انا بقى هروح للحاجة اللي بحباق جدا توني كنترست توني الكنترست بينواري الاسكتش بيزهر لي عدواني و مفيد جدا في حكايات الاسكتش هات انه بيبين الاسكتش كأنه مرسوم من او متلوم من منوال او فري هند بقى او بتبانك بالنسبة للحاجة اللي او بتاعي بالان بقى او بقى الاسكتش بتاعي بتاعمل الاسكتش بتاعي متفنش وضبط بقى الbrightness control style هو العادي اوكي وال levels كي برضو والcolor balance اوكي وبعكها هنجدله بقى border aswood مثلا هنعملها ازاي هنعمل layer جديدة نسميه border البردر ده هنعمله select كده هنعمل select للصورة الوحدة بعد كي هنعمل control shift i ctrl shift i يعمل inverse بعد كي هنختار لون lesswood واعمل alt to backspace دلوقتي بقى عندي البردر بتاع السكتش ممكن دلوقتي بقى اعمل text ولي اكون sketch visualization مثلا للسكتش بتاعي وبكده هنكون خلصت دلوقتي في daylight mode ممكن ان تحب تزاود افكتات تنقص افكتات عن tribal plugins نكسف طول اللي احنا تكلمنا عليه ممكن تزبط color balance تقلل levels contrast تقلله شوية لما تستخدمش وفي كذا الفتاح يجبك في نكسف طول ممكن تستخدمه طول اللي الجاي هنكلم على night shot وحن نستعرض اهم حاجات في السكتش وياللي بيميز موضوع السكتش وياللي بيعيبه ونتعرف على ناس بيعملوا sketch chat مشاهيرة عند في انطهرت بعملوا sketch chat كل واحد الميزة ويالعب اللي فيه سلامة قبل التورة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر